تنمية المستدامة في نيويورك خلال لقات طرقة رمحي لخطط الوزارة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والبرامج التي استحدثتها الوزارة مؤخرا لتوفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات التطويرية المتحققة في مجال التخطيط والتطوير العمراني وتحديث المعايير والاشتراطات التنظيمية لخدمة جميع القطاعات بالمملكة من جانبها استعراضات الخليف سولة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر البرامج والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بدورها أشهدت معالي الدكتورة هالة السعيد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية مؤكدة الحرص على تدعيم مسارات التعاون المشترك وتبادل الخبرات خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة